قمة دول جوار السودان في ضيافة القاهرة المبادرة المصرية تأتي بعد سلسلة محاولات دبلوماسية من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وترتكز على الوصول لجلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني والدعم السريع خلال الأسابيع القادمة كما تسعى لإبرام اتفاق ملزم بين طرفي النزاع السوداني مدته ثلاثة أشهر على الأقل دعوة مصر لقيت استجابة وترحيبا من السودان وجيرانها فضلا عن عدد من المنظمات الإقليمية والعربية من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وذلك في ظل مخاوف دولية من تمدد خطر الصراع إلى دول الجوار أو حتى من تسلل العناصر الإرهابية إلى السودان السودان يعاني من فراغ في القيادة ويجب أن لا نقف مكتوف الأيدي فالعواقب وخيم عليه وعلى المنطقة تلك كانت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي تباحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أول اجتماعات القمة بشأن سبل تسوية الأزمة في السودان وقضية سد النهضة القاهرة أبدت تحفظها على نشر أي قوات أجنبية في السودان وتسعى لتشكيل لجنة من دول الجوار من أجل إنجاح عملية تبادل الأسرة تكون مسؤولة عن مراقبة الأوضاع وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من جهته رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتز لفت إلى أن جيران السودان تأثروا بالنزاع القائم بالتالي أهمية الاجتماع في القاهرة لتوحيد المواقف وإنهاء هذه الحرب الاجتماع الآخر في القاهرة كان الهدف منه جمع كل جيران السودان معا وهذا شيء كنا نطالب به بالفعل بصفتنا الأمم المتحدة وهو أمر مهم لأن جميع جيران قد تأثروا بالحرب خاصة أن لديهم اهتمامات مختلفة ومصالح مختلفة ومن المهم للغاية إجراء محادثة بين هؤلاء جيران ما إذا كان يمكن للمرء الحصول على موقف موحد وإنهاء هذه الحرب على الرغم من الاهتمامات المختلفة والمصالح المختلفة بدوره القائم بالأعمال السوداني في مصر السفير محمد عبدالله توم أكد للعربية أن اجتماع القاهرة هو التحرك الطبيعي لإجاد تصور مشترك بشأن حل القضية السودانية نتمنى لمداولات هذا الاجتماع أن تؤكد على معاني أساسية في حفظ سيادة السودان وأن يتم الاتفاق على إجراءات تضمن خروج هذه الميليشيات من مساكن ومواقع المدنية ومساكن المواطنين وأن يتم تنسيق الجهد الإنساني لأن الوضع الإنساني الآن في السودان أيضا يحتاج إلى مخاطبة ويحتاج إلى تنسيق جهود الحرب في السودان راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ألفي شخص ونزح أكثر من مليونين ومئتي ألف سوداني كما لجأ أكثر من خمسمائة وثمانين وعشرين ألفا منهم إلى دول الجوار فهل تنجح القمة في حل حالة الأزمة؟ عرنت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان من خلال النزوح داخل البلاد أو الهروب إلى خارجها وبحسب قاعدة البنات المنشورة إلكترونيا من قبل المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فإن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان في الخارج يقترب من سبعمائة وأربعة وعشرين ألفا بينما يتجاوز عدد النزحين داخل البلاد المليونين وأربعمائة ألف شخص وأفادت المنظمة أن العدد تجاوز ثلاثة ملايين ممن اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري للقتال في هذا البلد والحصول على دعم دائم من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والحماية للمتضررين من الصرع ترجمة نانسي قنقر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات